أهلا بكم من جديد كشفت مصادر الحدث أن طائرة وفد الحوثي والمبعوث الأممي قد غادرت مطار صنعاء متجهة إلى السويد للمحادثات وكانت الحكومة الشرعية وقعت مع ميليشيات الحوثي اتفاقا لتبادل الأسرى والمعتقلين وجثامين القتلى تحت إشراف الأمم المتحدة الاتفاق يشمل إطلاق سراح أكثر من 3500 أسير من الجانبين برعاية أممية ملف الأسرى في اليمن طبع بموافقة الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الإنقلابية ليتم بموجبه تبادل ألاف الأسرى والمختطفين وحسب مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين عن الحكومة الشرعية هادي هيج فأن عدد المشمولين بالاتفاق الموقع يقارب 3500 أسير من الجانبين منهم نحو 2000 أسير معظمهم مدنيون وناشطون سياسيون سيتم الإفراج عنهم من قبل ميليشيات الحوثي فيما يقدر عدد الأسرى الحوثيين بنحو 1500 سبعة وتسعون في المائة منهم مقاتلون وحسب المصدر الحكومي نفسه تم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمتها الإشراف على تنفيذ الاتفاق وما يشمله من تبادل الأسرى وجثمين القتلى فضلا عن نزولها إلى الجبهات للتحقيق في مصير المفقودين المقدر عددهم بنحو 4000 شخص غير أنه أبرز ما جاء في الاتفاق الإفراج عن أربعة قياديين مشمولين بقرار الأمم المتحدة 2116 وهم اللواء محمود صبيحي وزير الدفاع السابق واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس ومسؤول مخابرات سابقا في عدن إضافة إلى القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان وكذلك اللواء فايسل رجب قائد اللواء 31 مدرع وحسب هيش تنفيذ الاتفاق سيبدأ بعد الانتهاء من المشاورات المقرر انطلاقها في السويد بين الطرفين الخميس المقرر